السلام عليكم كيف ديرين تمنى تكونوا بخير وعلى خير وبتمام الصحة والعافية منذ ما كتشاهدوا هذا الفيديو هذا اليوم ان شاء الله غدي نشارك معكم طريقتي فتحضير كابكيك بالنكهة دي القهوة بالنسبة الناس اللي عشاق القهوة غدي يعجبكم اكيد فكيجي رائع في المداق ديالو مكونات لي بسيطة ومتوفرة في كل بيت فخليكم معايا من الاول الى الاخير بشوفوا طريقتي فتحضيره فالطريقة جيد سهلة ومبسطة وان شاء الله انه ينال اعجابكم ومتنسونيش كذلك من اللايكات ديالكم والتعاليق ديالكم وخليكم معايا لاخر الفيديو فبسم الله على بركة الله بنسبة المكونات اللي غدي نحتاج عندي كاس الا ربع ديال القهوة من الاحسن تكون قهوة مع السرع يعني ممتازة وممكن لكم استعملوا كذلك فقط نسكة في المهم قهوة سوداء كذلك غدي نحتاج هنا يا للكاس الا ربع من الزيت عندي كاس الا ربع من السكر خشن اي السكر حبيبات كذلك غدي نحتاج الجوج كيسان ونصف ديال دقيق عبرت بنفس الكاس اللي عبرت به المكونات الاخرى كذلك جوج معارق كبار ديال كاكاومور وجوج بيضات عندي هنا يا ملعقة كبيرة ديال الخل كذلك جوج ساشي ديال بيكين باودر اي خميرة الحلوية تدوم المكونات اللي غدي نحتاج بالنسبة لعلش ما استعملش هنا الفاني فقط الخل كافي كحيد نالزفر ديالبيض وعلى بركتي الله ندوزو لطريقة التحضير اول شي اختيت هنا يا واحد الاناء غدي ناخد هنا يا جوج بيضات دائما كنت اكدوا من تروت البيض كانت نعمله وحدة بوحدة باش نتأكدوا دائما بتروت البيض لانه دا باكيف ما عارفين الجو يعني صار سخون عملت واحد رشيشة ديال الملح كنضيفوه لي كذلك كاس الا ربع ديال السكر خشن انا اخد هنا يا الدراب كنت لعم زيان اول شي البيض مع السكر حتى كيدو بليناتك السكر مزيان بعد غدي نضيف باقي الملح المكونات فغادي نستمر بهالطريقة هذي حتى نطلع البيض مزيان مع السكر وحتى كيدو بلينا هذك السكر مزيان عاد غادي نضيف باقي المكونات الاخرى وهنايا من بعد ما طلعت السكر مزيان مع البيض حتى داب ضفت لي هنا يا كاس الا ربع ديال زيت من بعد كذلك غادي نضيف كاس الا ربع ديال القهوة انا هنا هي استعملت قهوة ديال اكس بريسو يمكن لكم تستعملو كذلك نس كافي غادي نخلط مزيان مكونات مع بعضها بعد كذلك حتى كتجنس المكونات كلها عاد غادي نضيف دقيق فكيف ما اذكرت معاكم في الاول استعملت هنا يجو كيسان ونصف ديال الدقيق ضفت ليهم جوج معالق كبار ديال كاكا ومر كنحاول انني نخلطهم اول شي عاد غادي نغرب لهم ونضيفهم على باقي الخليط وهنا كيف ما كتلاحظو معايا كناخد شوية ديال دقيق وكان بقا نغرب له باش غادي نضيف النصف ديال الكيمياء اول شي كنخلط مزيان يعني فقط بالخلاط اليدوي كيف ما كتلاحظو معايا من الاسفل الاعلى عاد غادي نضيف الكيمياء اللي باقيها ديال الدقيق وكذلك الخامير ديال الحلويات ورن نرجع نخلط فقط هنا استعملت الخلاط اليدوي باش نقام حافظة على هداك اللي هو اللي عندي يعني في في الخلط ديالي باش يجوني الكابكيك طالعين كيف ما كتلاحظو معايا ضفت الباقي المكونات كذلك الخامير ديال الحلوة غادي نضيف كذلك الخل هنا كيف ما غادي تلاحظو معايا مباشرة فوق الخامير ديال الحلويات كيف ما كتلاحظو معايا وكذب قد تفاعل يعني حتى الخل كيخل لنا الكابكيك ديالنا كيجو خفاف وف نفس الوقت هوا ما كيجو طالعين فهدي هو السر يعني باش كيجو الكابكيك ديالنا معل الكين كذلك من الداخل وكيجو طالعين وانا مستمرة فقط بالخلط بالخلط اليدوي كل العناصر حتى كنت جانسوا معايا مزيان وكذلك ما كيبقاش متبيني عندنا هدوك الكتل او الحبيبات ديال الدقيق فالطريقة جيد سهلة ومبساطة وهنايا من بعد ما خلطت الخليط ديالي مزيان وضعتوه جانبا ومن بعد خديت القلب ديال الكابكيك وكنفرش فيها هاد الكيسيت هادو اللي مختصين او ديال لي كابكيك كيف ما كتلاحظو معايا كنعمل كل واحدة اه في الايطار ديالها ومن بعد عد غدي ندوز باش غدي نعمرهم يعني بالخليط اللي حضرتو معاكم هنايا كيف ما غدي تلاحظو معايا كناخد هنا يا مستعينة فقط بوحد ملعقة كبيرة وكنعمل كل شوية يعني يعني ما كنخليوها شعام رحت الفوق كنخلي واحد شوية ديال الفراغ لانو باش تلاقف فين غدي تزيد الدعاف الحجم ديالها لانو عملنا فيها جوج ديالي ساشي ديال الخميرة ديال الحالويات اي بيكين باودر وهنايا كيف ما غدي تلاحظو معايا غدي نستعم جوج ديال ملاعق كبار وكنحاول انني نعمل بهالطريقة هادي حتى هي كتساعدنا وكتجي اسهل غدي نستمر بهالطريقة هادي حتى كنكمل نخوي او ننفرغ الخليط ديالي كامل عاد غدي نرجع معاكم باش نقول لكم يعني المدة ديال الطحي دياله وكذلك شحال يعني كيستغرق لينا ديال الوقت في الفران فخليكم معايا اما بالنسبة الهنايا فيمكن لكم ضيفوا كذلك حبيبات ديال الشيكولا حتى هما من بعد ما كتب لنا الكابكيك يجوزونين في المنده ديالهم اما بالنسبة الفران فغدي ندخلهم على درجة حرارة 175 درجة غدي نوضحهم في الرف الاخير يعني الاسفل بالنسبة اللي عندهم الفرن ديال الضو غدي نوضحهم في الرف الاسفل خليهم حتى يتضعف الحجم ديالهم وكي يطيبوا لنا على حسابه حتى 25 دقيقة حتى 30 دقيقة من بعد غدي نتأكد من الطياب ديالهم بواحد اللي كي يغضون كي غدي يخرج عندنا ناشف سفي الكابكيك ديالنا صار جاهز وهنايا من بعد ما خرشهم الفران بقين سخانين اخطو ليا 25 دقيقة في الفرن هنا كيفما كتلاحظوا معيات جو مرتفعين في الحجم ديالهم يمكن لكم هنا تزينهم كيفما قلت لكم في الاول فقط بحبيبات ديال الشيكولا او كذلك برقائق ديال اللوز حتى هما كي يجوزونين في المندر ديالهم لكن انا فضلت انني غدي نزينهم بالكريم شانتيه فخليكم معايا ان شاء الله خليهم حتى يبردوا عاد غدي نزينهم اما بالنسبة لهنايا فاخدت واحد الانا غدا نوضع فيها القليل مكريمة زيال الخفق غدا نضيف عليها جوج ملاعق ونصف ديال السكر خاشين اي السكر حبيبات كذلك غدا نضيف هنا عندي فيلادلفيا غدا نضيف نصف الكمية كيفما غدي تلاحظوا معيه يبكي لكم استعملوا اي كريم جبني غادي من بعد ناخد الخلط الكهربائي وغدا نخلط المكونات كلها مزيان حتى كي يضعف لي شوية الحجم ديالهم ايانايا كتبقى تعقاد علينا شوية عاد غدا نضيف هنا يا جوج ملاعق كبار ديال الكاكاومور ومن بعد نرجع نخلط مزيان حتى نحصل على واحد الكريمة اللي كتكون متماسكة باش نقدر نزيانو بها الكاب كيك ديالنا فغادي نستمر هكذا بالخلط ديال الكريمة ديالنا حتى كترجع للمتماسكة باش نقدر نزيانو بها الكاب كيك ديالنا اما الان فوصلنا للمرحلة تيال التزيين اختيت هنا يا واحد الجاي بحلواني عملت فيه الكريمة ديالنا وغادي نزياني كاب كيك ديالنا على هاد شكل هادا غادي نعمل عليهم فيهم على شكل وريدات اه هنا كيفما لاحطوا معايا الكريمة ديالي اه اختارت انه يكون عاد اللون هادا فقط الى بغيتوا الكريمة ديالكم جي اغمق على هكذا في اللون فيمكن لكم تضيفوا اه واحد معلقة اخرى او ملعقتين ديال الكاكاومور وتخلطوا مزيان غادي يكون اللون ديالها شوية غامق على هكذا لكن غادي تضيفوا اه كمية ديال السكر كذلك قبل ما تكونوا تطلعوا لالكريمة ديالكم باش يجي واحد توازن في الحلاوة اه غادي نستمر بها الطريقة هادي حتى نزيان اه اللي كاب كيك ديالي كاملي وغادي نرجع معاكم باش نوريكم اه هادوك الوريدات كيف عملتهم اللي زينت بهم الكاب كيك ديالنا من فوق اما بالنسبة لهنا يا بس ساوبت هادوك الوريدات فاخدت القليل ملعجين ديال السكر في اللو الابيض و اللو الاسفر غادي نصرحهم مزيان كيف ما غادي تلاحظوا معايا عاد غادي نشكل هادوك الوريدات يعني كلكم هنا يضيفوا اي تزيين يعني التزيين دائما كيبقى اختياري او اي الالوان كتفضلوا انا فقط حبيت اني شارك معاكم التزيين كذلك اه كيف زينتهم يعني اختياري الطريقة من الاول الاخير كيف حدرت هادو كاب كيك هادو فان شاء الله نتمنى انه ينالو ايجابكم وهنا كيف ما كنت لاحظوا معايا بعد ما صرحة العجين ديالي اخدت هاد المرشم هادا ديال اعلشك الوريدات اخدت واحد في الكبير شوية واحد في صغور يعني ولكن هما نفس نفس الشكل كنعمل اول شي اللول الابيض بالايطار الكبير واللول الاسفر بالايطار صغور وكنعمل واحدة فوق واحدة غادي نستمر بها الطريقة هادي من بعد ما خليت الكاب كيك ديالي فتلاجة يزيدوا يبردوا باش يزيد تماسك هديك الكريمة هاديك او من بعد عاد غادي نخرجهم ونوضع فيهم هاد الوريدات هادو ونوريكم شكلهم النهائي ان شاء الله فاخليكم معايا او من بعد ما خرجت الكاب كيك ديالنا متلاجة وهدو مشكلات اللي حضرت معاكم الان غادي نبقى ناخد بالوحيدة ونوضحها في كل كاب كيك ديالنا فان شاء الله نتمنى هاد التزيين هادا ينا الاعجابكم فكيجيوز ومنين في المنظر ديالهم انا خليتهم يعني كيف ما لحتوا معايا خليتهم في القالب ديالهم من وضعت لهم الكريمة وكذلك من كان وضع هاد العجين ديال السكر فغادي نخليهم هكدا حتى كنبغي نحيدهم كيجوا سهلين حتى انني نوضحهم في تلاجة يزيدوا يتماسكوا من بعد غادي نحيدهم كيتحيدوا بكل سهلة يعني لانو كتكون تماسكت عنا ديالك الكريمة وما عندكم من هاش تخافوا يعني كيتحيدوا بكل سهلة ونوضعوهم في الطبق ديال التقديم وان شاء الله انتمنى انهم ينالوا اعجابكم وهنايا هذا هو الشكل النهائي ديالي كابكيك ديالنا من بعد ما اه بردوا مزيان ومن بعد ما زينتهم فان شاء الله انتمنى انهم ينالوا اعجابكم وتجربوهم وعلى شلاء فكيجوا رائعين بهذه النكهة ديال القهوة بالنسبة الناس اللي كي يعشقوا يعني المداق ديال القهوة في الحلويات فهذا الكابكيك هادو ان شاء الله غاد يعجبوكم وكيف ما لحتوا معايا كذلك المكونات جد سهلة وجد بسيطة يعني مشيشي مكونات اللي هما يعني غاليين اولى فالمكونات اقتصادية وسهلين كذلك في تحضير ديالهم فان شاء الله انتمنى انهم ينالوا اعجابكم وتجربوهم فغادي نفتح معاكم واحدة وحيدة باش شوفوا كيفاش كيكونوا معلقين عندنا من الداخل كيجوا رائعين في المداق ديالهم يعني حتى الوليدات الصغار غادي يعجبوهم يعني رغم انه فيهم المداق ديال القهوة بالنسبة ليانا الوليدات ديالي كي يعجبوهم بزاف فان شاء الله هيعجبوكم حتى انتوما مهم هدا هو شكل ديالهم النهائي فما تنسونيش باللايكات ديالكم وكذلك تعاليق ديالكم ولا جربتوا هاد الوصفة هادي ما تنسوش انكونات وتبعتوها لي عبر الانستغرام ديالي فخليت لكم الراحة في فيديو اخر ان شاء الله ودمتم في رعاية الله وحفظه ومع السلامة موسيقى